خلونا نختم أخبارنا النهاردة بتقرير جميل جداً الحقيقة من وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد نظامة وزارة الداخلية احتفالية في مركز إصلاح وتأهيل طرق ما بين طبعاً النزلاء وما بين الأهالي هنروح نتابع التقرير ويعني حلقتنا انتهت لكن بكرة يوم جديد مليء بالأحداث كل أخبار وهتلاقوها مع حضرتكم على الشاشة ديمسي وبرنامجكم برنامج اليوم تروحوش بعيداً تفرجوا على تقرير تقرير في منتهى الجمال الحية شكراً لكم وإلى لقاء منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لا تقتصر على إصلاح وتأهيل النزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسرعة دمجهم في المجتمع بل تمتدوا إلى تقديم الدعم والمساندة للمفرق عنهم وكذا أسر النزلاء حتى تمكنوا من مواصلة حياتهم بعيداً عن مسلك الجريمة الدعم المقدم لهم يتسم بالاستمرارية وهو ما بدى واضحاً هنا بمركز الإصلاح والتأهيل ترى حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية وغذائية على أسر النزلاء والمفرق عنهم مش مؤثرين معنا في حاجة وإحنا بنشكر اقصاد عبدالفتاح السيسي وبنشكر كل اللي بيساهم معنا في أي حاجة يعني وبيساعدنا أن احنا نبدأ كحياة كويسة وحياة كريمة بتكوناش في أي عيد حضرتك وأي مناسبة والمدارس برضو حضرتك يعني مطلعين بنا وأولادنا وبناخد كل اللي احنا عايزين بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على معاونته بينا وبنشكر وزارة الداخلية وقد أشهد المفرق عنهم وأسر النزلاء بهذا الدعم وتلك المساندة المقدمة لهم على مدار العام والتي تؤكد مدى ما تليه وزارة الداخلية من أهمية كبيرة نحو دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم حتى يتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع وبما يؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان كل حفلة بتتصلوا بينا يدونا كل حاجة لكارياتين كل شهر دي دايما داخلها بتتصل بينا وكتابيني دلوقتي بتجازق لي هنسلمونك برضو ومش ناسينا في حاجة وفروا لي فرش بيتي بالكامل وأنا بشكرهم جدا وجميع الزباط بيقابلونا باختراف توزيع تلك المساعدات جاء في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية كما تحرص وزارة الداخلية على مساندة المفرج عنهم وأسر النزلاء بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة إضافة إلى تلك المساعدات العينية بما يدر دخلا ثابتا عليهم